أول ما لقيت اسمك إنه الكليب الإباحي ده بصوت من نهاني أنا جالي الخبر بالصدفة على الواتساب عادي يعني لقيت حد من صحابي بعيدت لي سكرينشوت بالخبر من نهاني ما كانش مكتوب من نهاني من نهاني ما ما فيش من نهاني ما فيش غيري فعلا كان فيه رعب في البيت مبارح بسبب صريخي وعياتي يعني كان فيه رعب مبارح إنك لاي في النهاية نفسك في الكليب الإباحي يعني هناك إنه موجل لها فعل فاضح يعني أنا كنت بشوف من الستيتيس اللي بتكتب والحاجات إنه هو كليب بلاس 18 وحاجات كده طب أنا مش هخش هتفرج عليه أكيد يعني اضطرت أخش أسمع أنا شكي يكوني في نفسي أنا دخلت قلت طيب موكي يكونوا خدوا مثلا بيتلوم علي اللي كليب باسمه سيب إيدي طب إزاي ده اللي أنا استغربت منه فلاقيت صاحبتي بعتالي منا أنت ليك علاقة بالموضوع ده بتقولها موضوع إيه بتقول لي بعتالي سكرينشوت الوطن كتبة كذا 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 دخلت شفت الكليب مش صوتي طبعا ولا أنا عمري عمل حاجة زي كده وبرضو هعدها تاني أنا ما نزلتش أغاني سنة ونص يعني مبطلة تقريبا نزول أغاني بقى لي سنة ونص بدور على كلمات مناسبة لسني والجمهوري كلمات مناسبة؟ مناسبة عشان كده أنت يعني يصدمك على طول أن أنت يبقى ينسب ليك كليب بهذا الشكل طبعا خاصة أنت حول العضية في النيابة بالزبط وأنا على فكرة ما يعني أنا أنا روحت من نفسي أنا كالمفروض أمبرح أروح بس أمبرح عرفت الخبر متأخر أمبرح أنا عرفت الخبر متأخر جدا يعني اتبعتلي السكرينشوت دي متأخر الساعة 2 ونص طب إحنا عايزين المحامي كمان ده